السلام عليكم هؤلاء المجرمون تم اعتقالهم جميعا ويخضعون الآن إلى القصاص العادل على هذا المبدأ الذي يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الحمد لله قواتنا الأمنية تمكنت من اعتقال هذه الجماعة الإرهابية من داعش وسينالون جزاءهم وشيكا إن شاء الله يتزامن هذا الحدث مع لقاء لسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ضحايا مع عوائل الضحايا الشهداء والجرحة هذا اليوم وقبل اجتماع مجلس الوزراء ورأى رأي العين في لقائه معهم هذه السمة سمة العطاء والبذل لدى العراقيين في الدفاع عن بلدهم الحمد لله على هذا الحدث وهذا التمكن من إلقاء القبض على المجرمين ومن خضوعهم إلى العقاب يستمر اللقاش العادي لجدول الأعمال وكان فيها أيضا الديباجة التي تحدث فيها السيد رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من القضايا أولها نود أن ننوه للمواطنين الكرام أن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي افتتحت وشهدنا إقبالا واسعا من المواطنين في التقديم عليها وسيستمر هذا إن شاء الله وهذه المسألة جدية بالنسبة للحكومة وقد تهيئنا لها لتوزيع الأراضي للمواطنين ما نأمله أن يكون هذا الإقبال الشديد على التقديم على منصة توزيع الأراضي يماثله إقبال شديد على أخذ اللقاحات أنا أنتقل من هذه الموضوعة إلى موضوعة اللقاحات بهذه الصيغة نتمنى على العراقيين جميعا والوباء يدخل في مرحلته الثالثة الخطيرة والمهمة والإصابات في ارتفاع نتمنى أن يكون هناك إقبال شديد واسع على أخذ اللقاحات المتوفرة الآن في المنافذ مثل هذا الإقبال على التقديم لتوزيع الأراضي وأعتقد أن حياة المواطنين أهم من حصولهم على الأراضي إذا فقد الإنسان حياته ما الذي يفعله بقطعة أرض فإذن عليه أن يتوجه أولا لأخذ اللقاح ثم يقدم على قطعة الأرض هذا هو الموقف الوبائي يتصاعد حقيقة اليوم تمت استضافة السيد وكيل وزارة الصحة الأستاذ هاني وحدثنا عن مجمل الأرقام والقرارات التي اتخذت في اللجنة العليا للصحة والسلامة ما زال هناك مستوى التطعيم غير مقنع ونتمنى على العراقيين أن يتوجهوا إلى أماكن اللقاحات ومنافذها لأنها متوفرة وبانتظارهم أيضا السيد وكيل وزارة كهرباء الأستاذ عادي الكريم كان في استضافة اليوم في مجلس الوزراء وأطلعنا على موقف الكهرباء الحمد لله العمل جار الليلة نهار في وزارة الكهرباء وبدعم من وزارة النفط على توفير الخدمة للمواطنين ومحاولة تلافي المشكلات والتحديات التي نواجهها في هذا الصيف هناك أيضا أوراق سيقدمها السيد عادي الكريم لمجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء تتعلق بخطط وزارة الكهرباء لهذا القطاع على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد وهناك دراسات جدية لوضع حد لهذه الأزمة التي تطاول الزمن معها هناك توجيهات أيضا استضيفة على إثرها السيد رئيس هيئة الرقابة المالية الأستاذ رافل والسيد رئيس هيئة النزاهة الأستاذ علاء كان الموضوع يتعلق بالدور الرقابي السيد رئيس مجلس الوزراء أكد على هذا الدور المهم لكن على هذا الدور لا يمارس بطريقة يعيق عمل مؤسسات الدولة نحن نعلم أن أجهزة الرقابة أجهزة مهمة وأساسية وعليها أن تمارس دورها في الرقابة على المؤسسات والمحافظة على المال العام وغير ذلك ولكن أحيانا يتخوف الموظفون من الوصول إلى قرارات قرارات قد تؤدي إلى أدوار رقابية بصددهم هذا الموضوع كان موضوع نقاش اللي هو استضيفت في هيئة النزاهة وهيئة الرقابة المالية وأعتقد مع تأكيد سيد رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم لهاتين الهيئتين هناك أيضا توجيهات بأن تكون جزءا من الحكومة العراقية هاتين المؤسستان هما مؤسستان حكوميتان ترعيان الأعمال الحكومية بمجملها من القرارات أيضا مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة توتل الفرنسية للقيام بتنفيذ أربعة مشاريع حيوية كبرى هي أولا جمع وتكرير ستمائة مليون قدم مكعب قياسي عبر تشييد مجموعة من أنابيب النقل وعدد من الوحدات الانتاجية اثنيا تطوير حقل أرطاوي النفطي ثالثا تنفيذ مشروع حقل الماء العملاق ورابعا تنفيذ محطة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة ألف ميجاواط فيما يتعلق بوزارة الموارد المائية كان هنا قرار هذه الوزارة بذلت جهدا مشكورا وكبيرا وتلقت دعما من السيد رئيس مجلس الوزراء ومن مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة اللسان الملحي المتعاظم هذه الأيام حيث اتخذت عدة إجراءات وصدت هذا اللسان الملحي بزيادة الإطلاقات من قلعة صالح وزيادة الإطلاقات أيضا من قناة البدعة وكذلك تحويل مآخذ الإسالات من شط العرب إلى القناة الأروائية وهناك إجراءات أخرى ستتخذ في الأيام القادمة لمواجهة هذه المشكلة مشكلة اللسان الملحي القادم باتجاه البصرة فيما تعلق بوزارة الزراعة كان هناك قرار أيضا وهي أن تقوم مزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره ملياران و117 مليون دينار من احتياط الطوارئ إلى وزارة الزراعة لتوفير احتياجات طارئة ولقاحات خاصة بمرض انفلونزا الطيور لحماية مشاريع الدواجن هذه مشكلة الآن نعاني منها وأعتقد قرار مجلس الوزراء هذا اليوم تخذ بتمويل وزارة الزراعة لمواجهة هذا المرض الذي يفتك بالدواجن فيما يتعلق بوزارة العمل كان هنا قرار مهم أيضا حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هذا القانون دققه مجلس الدولة وأحيل الآن إلى مجلس النواب وإذا ما تم إقراره سيمثل زيادة على رواتب الموظفين وأيضا سيمثل أهمية أخرى في أن القانون قبل هذا التعديل لا ينسجم مع القانون الدولي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبهذا التعديل والقرار هذا اليوم أصبح منسجما مع القانون الدولي وأخيرا وافق مجلس الوزراء على مساهمة وزارة المالية في صندوق الأوبك للتنمية الدولية للأعوام 2021-2024 هذه المساهمة مع مساهمات أخرى في دول منظمة أوبك تمضي إلى مساعدات إلى بعض البلدان وقروض والعراق يوفي بالتزام الدولي هذا في هذه الأيام شكرا جزيلا